نعم أحبائي لربما العالم رح يضغط ولربما رح يجعصر نواجه الاستشهاد ولكن الأهم نكون مستعدين للقاء المسيح لأن الحياة مع المسيح مضمونة لكن يا للويل إذا إنسان بيرفض يسوع المسيح بقد أبديته في جحيم النار فإذا كل هاي الأحداث اللي عم بتصير حوالينا وعم بنسميها أو يسميها الكتاب مبتدأ الأوجاع والناس فعلا بحيري ما هو دورنا ما هو دورك ما هو دوري أنا كم أمن حبائي نحتاج إلى افتقاد إلهي نحتاج إلى زيارة إلهية نحتاج إلى انتعاش إلهي أولا في حياتنا لأنه أحبائي فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا مش متمتع بحضور الله كيف أعكس هذا الحضور على الآخرين أحبائي أتوسل إليكم إنك لا تضوع الفرصة لا تضوع هذا الوقت استيقظ من النوم كما تقول نبوة إشعياء استيقظي استيقظي استيقظ استيقظ أيها النائم من الموت من النوم فيضيء لك المسيح استيقظ إصحى انتبه الرب جاي كما كان في القديم في أيام الطفان شبهها الرب يسوع يزوجون ويتزوجون كما كان في أيام سدوموا عمورة الخطيئة والفسادة منتشر ونشوف نفس الخطايا عم بتتكرر وعم بترجع ومحط صاحي والناس سكرنين كأنه بيتعاطم مخدرات وهذا بيسمي الكتاب روح الغي روح الضلال روح العمى الروحي الزهن الفاسد وهي أرض المعركة يقول الكتاب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون يمكن الشيطان وضع حصون في حياتك حصون محتاج تتكسر محتاج تتحرر من قيود وأصفاد العبودية يعني وضع حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ترجمة نانسي قنقر